بسم الله الرحمن الرحيم سيدتي سادتي إفوالي أخواتي في البداية لابد أن أشكر لمؤسسة عبد الرحيم والد هذه المغادرة الكريمية التي جاهدت أقول في أختيها لجعل أشعر قويا بأهمية الضرف الذي يعيشه إن هذه المؤسسة مؤسسة عبد الرحيم والتي غادرتنا رئيسة هار توجد المرحوب طاحب محمد ناجت بوزيد في الفصرة الأخيرة كما غادرتنا أحد مؤسسيها الكبار عبد الرحيم الشرقاوي فأريد بهذه المناسبة أن أحيي هذه الشخصيتان والبارجتان في بناء هذه المؤسسة الأهم التي تخرج بدوري هائل كميدان ومجال فكري مفتور لحوار مناقشة القضايا الوطنية الكبرى للمغرب سواء في عمقه الإفريقي أو في وجوده العربي أو في علاقته مع أوربا كما أن هذه المؤسسات فتحت مجالا للحوار حول قضايا الجمع المغربي وهي قضايا شائكة وقائمة وربما ستستمر من ده إلى أن تجد حرورا صحيحة للمصار الديموقراطي وحرور صحيحة لبناء المجلماعي العدالة والتنمية والتطهور والحضار بطبيعة الحال أريد بهذه المناسبة أن وقد شيئا مرضني في الفترة الأخيرة وهي أن السياسة الجديدة لكبهما الجزائية لا تسير في اتجاه ما نادى به المغرب من علاقة أخوية وعلاقة جديدة تهنى من الجرام على أساس الاشتراك والتعاون والججاور والمشاكل مع المأسف لحت أن الحكومة الجزائية ستسير في اتجاه خطير ربما على المنطقة ومرقرات التي انتخلتها بتخلية عندي السلطة في مدينة تندو وإعطاء الحركة الانفصالية والسلطة في هذه المدينة والمناطق جاولة لها وبالتالي يجعل احتمال اي احتمال لتسعيد في المنطقة لا يخدم في النهاية لا مصلحة المغرب ولا مصلحة الجزائر وهذا بطبع الحال جعلني كذلك أتأكد منهم بسبب الجولة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية برفقة حكومة جنوب إفريقيا الآن في إفريقيا وهي حركة تستمر كذلك على المستوى العالمي وهذا لا ينبق بموقف جديد إيجابي في المنطقة وهذا احتمال يجعل مخاطر حروب جديدة في المنطقة لا يمكن أن يستهى الإنسان من احتمالات التي تريد وبطبيعة الحال بالنسبة لهذه القضية أعتقد على أنه يجب أن يقل مغاربة مجندون وحذرين ومعبقون لأن قضية صحراوية لم تنتهي رغم أن انتهت في المنطقة انتهت باسترجاع المغرب لاستقي الحمراء والدهر وبروز إرادة في المنطقة الصحراوية للاندماج في الوطن العم لكن غير ذلك تظهر العلاقات المقبلة لا تنبئ كما أراد المغرب بانفتاحه وبخطابه المعتدل اتجاه جزائر ودعوتها لبناء علاقة جديدة أن هذا الغطاب لا يزيد صدى مع الأسف عند الحكومة الجزائرية وبالطبع إن تخلي السلطات الحكومة الجزائرية عن أي سلطة في منطقة التندوف ليس مسألة إيجابية على المنطقة لأنها تشجع حركة انفصالية على أن تجعل من هذه المدينة قاعدة حرب ضد المغرب وربما ضد المنطقة كلها وشعل الحرب بما فيها منطقة مالي والمناطق المجاورة لهذه الأقالية أيها السادة أيها السيدات بطبيعة الحال مؤسسة على راح المميد تلعب دور أساسيا في القضايا كما قلت سواء بالنسبة للمسار الديمقراطي الذي يحتاج إلى نقاش وحوار مستمر داخل الشعب المغربي لبناء حقيقة الحرية العامة بناء صحيحا وترسيحها في المجتمع وكذلك لإعطاء المسار الديمقراطي بعدا جديدا ومسارا جديدا يكفل فيه المغرب لبناء الديمقراطية كما يريدها دولة ديمقراطية حقيقة لصالح المجتمع كله ولصالح التطور والتقدم للمقارب جميعا أريد بهذه المناسبة كذلك أن أحيي مؤسسة عبد الرحيم بعبيد التي جعلت كما قلت من المؤسسة ميدان وميدانا واسعا للحوار الفكري سواء حوار بالنسبة للمغرب في بعده العربي وعمقه الإفريقي وعلاقة بأوروبا أو في ما يخص المجتمع المغربي الذي يحتاج إلى تحليل ويحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى تعبئة لأبنائه حتى نصبح بفعل مجتمعا حضاريا متقدما متطورا ديمقراطيا يكون مجالا فيه لأبناء الشعب المغربي وبناته أن يعيش في بلد يتمنى الجميع أن يعيش فيها ومن طبع أن هذه التطورة حقيقة أثرت فيها تأثيرا كبيرا لأن مبادرة مؤسسة عبد الرحيم هي مبادرة جعلتني أشعر بفخر بانتمائي لهذا الوطن وجعلتني أشعر وأفتخر بانتمائي لهذا بلد وبانتمائي لهذا الشعب الكريم الذي نريد له حرية أكثر ومجال أكثر لممارسة الديمقراطية في بلدنا سيداتي سادتي أشكر مجددا مؤسسة عبد الرحيم وعبين وأريد فقط أن نشير باختضار إلى الشخصيات التي غادرتنا من المؤسسة رئيسة المؤسسة نجت 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 مزيد جوجة المرحوم عبد الرحيم وعبد غادرتنا في الثترة الأخيرة كما غادرنا عبد الرحيم الشرقاوي صديق ورفيق عبد الرحيم وعبد وأحد المؤسسي المؤسسة وأحد بونات المؤسسة مؤسسة عبد الرحيم وعبد التقافية والفكرية وبالطبع لا يمكن إلا أنحيي هذه المرأة التي لعبت دورا أساسيا بحبو نصل بعد وفاة جوجها من داخل المؤسسة التي كانت مجالا خاصا ووحيدا ربما فريدا في المغرب لمناقشة كل الأفكار وكل طلوحات داخل البلاد وقضايا العمد التي تهم الشعب المغربي شكرا للمؤسسة وبطبيع احتحال ووجهوا نداء بهذه المناسبة لدعم هذه المؤسسة حتى تستمر في بناء دورها الحضاري المتمتل في شخصية اسمها عبد الرحيم عبيد الذي لا يمكن أن ينسى أحد ما عطاه لبلاده وكيف تصرف كقائد سياسي وكزعيم سياسي في توجه نحو المصلحة الشعب المغربي مصلحة الوطن كمغرب ومصلحة الجماهير الشعبية وعطائها الأولوية سواء في علاقته داخل الشعب أو في علاقته مع الحاكمين شكرا للمؤسسة مجددا ومعكم من المنطقية ومعكم ومعكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر